مبدئياً المغتربون سيقترعون في انتخابات الـ 2013 ولكن عملياً لقانون انتخاب بعد مبدئياً السياسيون يحصون المغتربين بالملايين ولكن عملياً لائحة بزارة الخارجية تؤكد أن من سجلوا أسماءهم في البعثات اللبنانية لممارسة حقهم في الاقتراع هم 3009 والرقم متحرك مبدئياً في 31-12-2012 تنتهي مهلة تسجيل هؤلاء وعملياً ما تبقى من هذه المهلة هو أقل من شهرين في أي بلد بيكون في 200 شخص تسجلوا للانتخابات رح نعمل ألم وبدنا نعمل انتخابات إن شاء الله يتفضل المواطن اللبناني يسجل نفسه بالسفارة ويتفضل السياسيين اللبنانيين يدعو جماعاتهم يتسجلوا إذا وزارة الخارجية مقصر هم يقوموا وجبهم أرقام هزيلة للمسجلين ولكنها دقيقة ففي كبرى الجاليات كسدني عدد المسجلين هو واحد وفي موريال صفر كندا بيعتلنا أنه 7000 شخص أبدوا رغبة لأنه ما بيكفي أبدوا رغبة عبوا لنا الاستمارات لنسجلوا لحسب الأصول لا آلية واضحة لاقتراع المغتربين ومن يسجل للاقتراع كمغترب وفوق عنائه في تأمين مستندات التسجيل يفقد حق الاقتراع في الداخل يا مغترب ما بينشط باسمك من لوحي الشطط بس إذا تسجلت بره ما بيعودش فيك تنتخد في لبنان لأنه ما بيعود تنتخد مرتين أربعة ملايين وستمائة ألف هم اللبنانيون المسجلون على قوائم الناخبين من مقيمين ومغتربين 38% منهم مسيحيون و62% مسلمون ولذلك المناصفة المسيحية الإسلامية المنشودة لن تتحقق أيا كانت نسبة اقتراع المغتربين منهم التأثير الوحيد المرتقب هو في المناطق المسيحية وبين المرشحين المسيحيين إنه استعادة الجنسية أساس لازم بأسرع وقت يقر لا يعمل حسن تمثيل المغترب اللبناني في الانتخابات ولو أنه أنا بعرف كل ما بيتأخر إنه الانتخاب ككل كل ما يكون مزروك الوقت أكتر وأكتر لوزارة الخرجية لتحضر حالة في الانتخابات المغترب اللبناني العربة وضعت قبل الحصان بإقرار اقتراع المغتربين قبل استعادة الجنسية وفي الجدل القائم على اقتراع المغتربين وكأن اللبنانيين يبيعون جلد الدب قبل استياضه